السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام فسر إبن سيرين رؤية الزعفران في المنام بالسمع الطيبة والثناء الحسن بشرط ألا يلمس ومن رأى أنه يطحن الزعفران في الحلم فإنه يصيبه مرض ويكثر الداعين له بالشفاء وحلم قطف الزعفران يدل على الصفاء والحمود بين الآخرين فيما رؤية شم الزعفران في المنام تدل على سماع كلام جميل أو مجاملة تشير رؤية ماء الزعفران في الصحة والعافية ورؤية شرب ماء الزعفران في الحلم يدل على نين المال الحلال ومن رأى أنه يشرب ماء الزعفران على الأرض في المنام فإنه يتعامل بالسحر والشعودة شرب الزعفران في المنام دليل على التخلص من السحر والشر ومن رأى أنه يشرب قهوة الزعفران في الحلم فذلك دليل على الأطر الطيب والسمع الحسنة وحلم شعر بالصعفران مع شخص في المنام دليل على الشراكة بينهما على الخير والبر رؤية الكتاب بالصعفران في المنام تدل على الأعمال الخبيثة والنوايا السيئة ومن رأى أنه يكتب بالصعفران في الحلم فإنه يكون منافقا في التعامل مع الآخرين فيما ترمز رؤية الاغتسال بالصعفران في المنام لسعي صاحب الرؤية للعمل الصالح في الدنيا ومن رأى أنه يغتسل بالصعفران في الحلم فذلك ذليل على شفائه من مرض كان يعاني منه منذ متطوئلة فيما رؤية إعطاء الضعفران في المنام تدل على حسن النوايا والسعي بالصلاح للآخرين ومن رأى أنه يقدم الضعفران لشخص في الحلم فذلك ذليل على كرمه ومحبته للآخرين ورؤية إعطاء نصحوق الضعفران لشخص في المنام تدل على تحسن سمعة والسعي برفع شأنه أمام الآخرين فيما رؤية كيك الزعفران في المنام إلى المال الوفير والسعادة في المعيشة والله أعلم فيما رؤية الميت يطلب الزعفران في المنام تدل على حاجته للصدق والدعاء أما رؤية الزعفران في المنام لعزباء فيدل على سمعتها الطيبة بين الناس وإذا رأت لفتاة العزباء الزعفران في منابسها في الحلم فذلك دليل على الكرب والمشاكل التي تصيبها فيما رؤية الزعفران في المنام للمتزوجة تدل على صلاح أحوالها وأحوال عائلتها فيما رؤية الزعفران في المنام للحامل تدل على ولداتها السهلة والميسرة وإذا رأت المرأة الحامل أنها تجني الزعفران في الحلم فذلك ذليل على رزقها بولد بار ومطيع فيما رؤية المطلقة للزعفران في المنام فتدل على الفرج القريب وزوال الحزن والكرب بعد تلاقيها وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تكتب بماء الزعفران في الحلم فإنها تنافق بالتعامل مع الآخرين هكذا نكون قد وصلنا إلى تفسير اليوم أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد إن شاء الله